قبل يوم من موعد اجتماعي أستنى ثلاثة وصل وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري إلى العاصمة الكزاخية وذلك مع أعلان الحكومة الكزاخية والدول الثلاثة الضامناء روسيا وإيران وتركيا أن الاجتماع سيعقد بمن حضر في إشارة إلى أسرار هذه الدول على عدم التوقف عند الشروط المسبقة التي وضعتها المجموعات الإرهابية وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث في اتصال هاتفي مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو التحضيرات للاجتماع الثالث في أستنى حول الأزمة في سوريا وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالحفاظ على وقف الأعمال القتالية اتصال لافروف وأوغلو جاء وسط محاولات محمومة من قبل الإرهابيين ومشغليهم لتعطيل مسار أستنى ونصف الحوار السوري السوري الذي حقق خطوات إيجابية خلال جولة جينيف أربعة وهو أمر لاقى رفضا واستهجانا من موسكو التي أكدت بلسان جينادي جاتيلوف نائب وزير خارجيتها معارضتها الربط بين اجتماع أستنى ثلاثة والقضايا الأخرى الإصرار على عقد اجتماع أستنى ثلاثة رسالة إلى النظام السعودي ومرتزقته بأن الاستثمار بالإرهاب التكفيري ومحاولات وضع شروط جديدة تتعارض مع القرار الأممي 2254 الذي يحظى بتوافق إقليمي ودولي لم تعد سياسة مقبولة في ظل رجحان ميزان القوى لصالح محور المقاومة وروسيا وفي ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على تنظيمي داعش وجبهة النصر الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر